السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين يا ربكم بخير بالنسبة اللي بتفرج عليها الاول مرة ما ينساش اللايك ويشترك في القناة واهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل لكم الجديد كل ما يخص الالكترونيات والتردودات الفضائية والاحداث الرياضية في حلقة النهاردة جايب لكم اوضع جميل جدا وهو مشكلة عدم خبول الاجهزة الصينية بالنسبة للسوفت وير منع الكمبيوتر يعني ما باجه احمل الجهاز منع الكمبيوتر اي سوفت وير او الجهاز يكون جايلي في مشكلة زي اللمبة الحمرة اللي بينا قدام حضراتكم واجه عشان احمل الجهاز السوفت وير الخاص بيه عشان الجهاز يقوم ويشتغل معايا فالجهاز بيقول لي تم الرفض او عدم القبول طبعا في صناعة كتير اول ما بيعملها بيروح على الكابل بتاع التحديس الارستو سريتو وبيروح ما قطع في الكابل ويفضل يقطع ويهلك كابلك كتير وبالتالي بيهلك فلوس وبيضيع وقت وما بيوصلش لأي نتيج فانا جايب لكم ان شاء الله احد الحلول وهو حل بسيط جدا في حالة عدم قبول الجهاز التحديس من خلال الكمبيوتر كل اللي بيعمله حضراتكو باجعل الجهاز بتاعي بفك المسامير وباجعل الغطة سواء كان الجهاز بتاعي موديل ستار بورد تمنية تلتمية اللي هو الموديل اللي قدام حضراتكو دوها ستار بورد تمنية تلتمية الصيني او الماجيك سات تسعة ستمية او التورمان ماتن وخمسين وكل الاجهزة الشبيهة فكل اللي هعمله الوقت ان انا هاجي على الجهاز بتاعي بفك المسامير بتاع الجهاز وبفك الغطة بتاع الجهاز وطبعا بنقول مرة تانية ده احد الحلول لمشكلة عدم قبول التحديس من خلال الكمبيوتر لان فيه ممكن يكون عندي مشكلة في الكمبيوتر نفسه او في الكمة بتاع الكمبيوتر يكون بمشكلة وما بيقبلش تحديس فاول حاجة بعملها قبل ما بغير الكابل وقبل ما بقطع الكابلات وبعوز الكابلات بتاعتي ده انا بحفظ على الكابل خالص كل اللي بعمله برفع الغطة بتاع الجهاز وهبرلكم ان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة جدا معظم الصناعية برضو بنقول بيفضل يفكي الكمة ويعدل فيه سواء باللحام او بالتقطيع او يعدل في الاطرف بتاع الكابل لانا من غير ما فكي الكمة بتاعه ومن غير ما اقطع الكابلات وممكن بعد ما اقطع الكابلة خلاص اصبح بايز معايا ومعادش ينفع لانا هسيب الكابلة بتاعه اللي هو اتنين تلاتة اتنين سليم زي ما هو من الطرفين ومش هجي عمية الكابلة خالص كل اللي هعمله هراح للجهاز بتاعي وهعدل على حاجة بسيطة ان شاء الله في الكم او في الجهاز من جوه طبعا ده مش هكلفني اي حاجة وفي نفس الوقت ما اهلكتش الكابلة بتاعي او ما ضيعتش وقت وفلوس حاجة بسيطة جدا باجي على مكان الكمة على المين بورد او الجهاز من جوه ده الكابلة بتاعي متوصل على البوردة او على المين بوردة من جوه هوا وده شكل الكابلة داخل على السوكت دوان من جوه البوردة او من على البوردة نفسها ولو قربتلك الكاميرا كده يلاحظ مكتوب على البوردة تلات اطرف جي ان دي وجنبها ار اكس دي والطرف اللي على الشمال خالص تي اكس دي الجي ان دي ده ما بوارش في اي حاجة بالنسبة للبن اللي في اي دلوقتي عند تلات اطرف جي ان دي وارد وار اكس دي وتي اكس دي كل اللي عمله رفعت السوكت او رفعت البن من مكانها وباجب حاجة نعمة او حاجة تكون رفيع مثلا وليكن ابرة او دبوس او اي حاجة يكون السنها رفيع مجرد ما بضغط على البن بالدبوس بتاع او بالابرة من قدام وبسحب باليد التانية اهو ايد بتضغط على البن بالدبوس والايد التانية بتسحب من وراء من الجنب التاني هلاقي البن بتطلع معايا ولاقي الطرفين بيطلع معايا وبأكد مرة تانية الطرفين اللي انا بخلعهم اللي هم الار اكس دي والتي اكس دي طبعا الاطرف دي من جوه هيبقى لها الوان وبيبقى محتوط شريط الوان ماشي على السلك من جوه يعني لو بسيطة لقي كل بنا من دي لها طرف لون معايا بحفظ الالوان بتاعتي وكل اللي بعمله ببدل البنان مكان بعض بدلت الطرفين مكان بعض اللي هم الار اكس دي والتي اكس دي وده شريط الالوان بتاعي او اللون بتاع الطرفين ببقى معدلمهم قبل ما فك وبعد ما فكت وخلاص بدلت الطرفين بقفلهم تانية زي ما كانوا بدخل البن في مكانها بعد ما بدلت الطرفين وبرجع ركب السكت على البوردة نفسها عشان يصبح شكل البوردة وبتأكد مرة تانية ان كل اللي تبدل وبأكد مرة تانية كل اللي تبدل معايا الار اكس دي والتي اكس دي اي بوردة هتجيل بنفس الشكل او بنفس السوفتوير او بتتعامل بنفس المين بورد اللي هو بتاع الستار بورد ثمانية تلتمية او تورمان مئتين وخمسين او الماجيك سات تسعة ستمية او البريفيكس ستة خمسمية وستة ستمية الاجهزة الصينة الشابهة بدلت الطرفين بتاع الار اكس دي والتي اكس دي وركبت السكت مكانه بارجع اقفل الجهاز بتاعي بصورة طبيعية خالص يمكن اسب الغطى من غير تقفيل او من غير مقفل المساميل لحد ما اتأكد وبرح عادة على جهاز الكمبيوتر بتاعي ومن خلال الوصلة اللي هي الار سي تو سري تو بوصل الكابل بتاعي الطرف الجهاز او طرف الرسيفر بروح اوصل الطرف التاني في الكمبيوتر يا باخد الجهاز بتاعي من غير الغطى خالص وروح اوصلها على جهاز الكمبيوتر كمبيوتر وافتح اللودر بتاعي زي ما احنا متعودين وممرلكوا في حلقات تانية طريقة التحديث بالزبط بعد ما بدلت الطرفين بتاعي وقفلت السكت مكانه كل اللي بعمله بروح على جهاز الكمبيوتر وافتح اللودر واتبع خطوات التحديث اللي انا شرح لكم في حلقات تانية بالتفصيل وعرفنا ازاي نحدث جهاز ماجيكسات 9600 وطورمان 250 الصيني وستار بورد 8300 وكل الاجهزة الشابهة وقت ما حملت الجهاز منع الكمبيوتر الجهاز بيعمل معي السوفت عادي واللودر بيكتب وبكده تبقى مشكلة عدم التحديث تحلت والجهاز بتاعها قبل الملف سواء ملف خنقات او ملف السوفت وبكده مبروك علينا حل مشكلة عدم التحديث متمنى اكونوا استفدتم من حلقة النهاردة اشوفكم على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته